شكراً سيادة الرئيس الحقيقة احنا على مدى السنوات السابقة كنا يعني كان في حالات متسجلة احنا اجمال الحالات المسجلة في مصر 204 حالة لتحت السن سنتين 57 حالة الحالات اللي ممكن نبدأ نعلاجها فوراً اكتر من 32 حالة والحقيقة كان التفاوض مع الشركات الدولية لما ظهرت الموضوع ده بشكل كبير في المجتمع سيادة تكواجهتنا ان احنا نتفاوض بشكل اقوى مع الشركات الحقيقة الشركات استجابت نتيجة ان هي عرفت ان ده ارادة سياسية من سيادتك فتغير طريقة التفاوض قدرنا الحمد لله ان احنا نوقع الاسبوع اللي فات في وجود هيئة الشراء وهيئة الدواء وسيادة اللي هو محمد الامين صندوق تحية مصر العقد وبإذن الله حنبدأ نعالج الحالات ابتداء من الاسبوع الجاي الادوية زي ما سيادتك اشرت هي غالية جدا ولكن الارادة السياسية خلت التفاوض منطقي ومقبول وعملنا مستدامة وفتحنا في صندوق تحية مصر حساب لعلاج هذه الحالات وكمان دعينا الشركات الاخرى اللي بتصنع هما شركتين اخرتين بتصنع نوعية اخرى من العلاجات بتحسن من حياة الطفل لفوق سن سنتين دعيناهم وان شاء الله فيه خلال الاسبوع القادمة حنعلن كمان على ان فيه اربع شركات وطنية يمكنها المشاركة في انتاج هذه النوع من الادوية الغالية جدا واعتبر ان ده اغلى علاج في العالم وزي ما سيادتك اشرت مش كل دول العالم بتقدر تعمله او توفره الناسها وكمان بتوجهات سيادتك في الكشف المبكر احنا انتهينا واشترينا الكواشف لاكتشاف 19 نوع من الامراض الوراثية والجينية للطفل حديث الولادة عند الولادة وحتنطلق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الامراض الوراثية ابتداء من الشهر القادم باذن الله بحيث ان احنا نلحق هذه او الاطفال من الاول فالحقيقة العقد اللي تم توقيعه الاسبوع اللي فات هو عقد شراكه كبير جدا مصر الحمد لله حتوفر به العلاج بشكل مستدام والية الاستدامة اوجدناها والحمد لله ابتداء من الاسبوع الجاي حنبدأ علاج اول عشر حالات طبعا احنا استحدثنا ثلاث مراكز علشان نمكن القدرات الطبية في كل القطاعات من النوع ده من العلاج الجيني فاستحدثنا مركز في معهد ناصر ومركز في القوات المسلحة في مستشفى الجلاء بالاضافة لمركز مستشفى عين شمس الجامعي وباذن الله يبقى فيه طاقات بشرية تقدر تعالج النوع ده من الامراض وده حل كبير جدا لمعضلة على مدى سنوات كبيرة ما قدرناش ان احنا نواجهها لارتفاع الكبير جدا يعني الفضيع وهو طبعا الحقيقة للارتفاع ده جاي نتيجة ان العلاج ده صناعته قوية جدا وتتطلب كتير من الدقة والموارد القوية جدا لانتاكو شكرا نفن